يبدو هذه الرسالة من مكة المكرمة أيضا تريد أن تقف حول السترة في بيت الله الحرام ركزت على مرور الأطفال بالذات شيخ لا يؤثر هذا في المسجد الحرام أن يمر الناس أمام المصلي لوجود المشقة في ذلك ووجود الحرج فلا مانع أن يصلي الإنسان والناس يمرون من أمامه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يمرون من أمامه ولم يمنعهم وذلك لوجود المشقة وأيضا إذا كان المصلي يصلي وراء الإمام فإن سترة الإمام تكفي عن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره